موسيقى حقيقة الموضوع أثر غزو الأمريكي في التغرغل الصهيوني في العراق هو موضوع طويل ويأخذ أبعاد متعددة سأحاول أن أغطي الغالبية العظمى من هذه الأمور التي سنتطرق إليها الآن إن شاء الله بداية أوجدت أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام الفين بيئة مناسبة للغدارة الأمريكية لتنفيذ مخططاتها في المنطقة بذريعة محاربة الإرهاب من خلال القيام بعمل عسكري يقود إلى تغيير الأنظمة السياسية الحاكمة في بعض الدول المنطقة ومنها النظام السياسي الحاكم في العراق الذي ترتب على هذا الغزو تنصيب نظام سياسي جديد يتلاءم مع المصالح والأهداف الأمريكية الصهيونية في المنطقة وقد تلخصت أهداف الغزو الأمريكي البريطاني للعراق على المستوى المحلي في احتلال العراق وتدمير قوته وسلب سيادته وتقسيمه على أساس عرقي وطائفي ونهب ثرواته وتجويع شعبه وإذلاله ووضعه تحت حكم فاسد تابع إلى أجندة خارجية أو بالأحرى تابع إلى إيران أما على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي فقد كان الغزو يهدف إلى تدمير مرتكزات القوى العربية لضمان أمن إسرائيل والسيطرة على منابع النفط والهيمنة العسكرية والسياسية والاقتصادية على دول المنطقة وحماية الممرات البحرية لضمان إمدادات الطاقة وتدفق النفط بأسعار مناسبة وكذلك تهيئت المنطقة للتقسيم من خلال تنفيذ مشروع شرق الأوسط الكبير الذي طرحته الإدارة الأمريكية في المنطقة لترسيخ زعامتها الانفرادية في العالم وفي هذا الصدد يقول الدبلوماسي والعسكر الأمريكي المتخصص في الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط أنتوني زيني في حوار له على قناة الـ CBS الأمريكية في عام 2004 أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت الحرب دفاعا عن مصالح إسرائيل كأحد أهم الأهداف الأساسية لها وبناء على دعوة المحافظين الجدد داخل الإدارة الأمريكية وهذا ما أهكده أيضا خبراء أمريكيين آخرين في هذا الصدد بأنه الحرب التي جرت في العراق جرت بضغط من اللوبي الصهيوني الموجود في واشنطن بالإضافة إلى الضغط الذي يمارسه بكيان الصهيوني على الإدارة الأمريكية الدور اليهودي ومصالح إسرائيل في المنطقة لقد ترتب على الغزو الأمريكي البريطاني للعراق نتائج خطيرة سياسيا وعسكريا واقتصاديا وفرضت واقعا جديدا في المنطقة فالغزو منح كل من إيران وإسرائيل فرصة ثمينة لإزالة القوة التي طالما شكلت تهديدا مباشرا لأمنها القومي وعائقا أمام مخططاتها التوسعية في المنطقة الأمر الذي أدى إلى تمددها وظورها كقوة إقليمية مؤثرة تسعى لفرض سيطرتها وهيمنتها وتحقيق أهدافها ومصالحها الإستراتيجية في المنطقة لقد احتلت المصالح الإسرائيلية أولوية كبيرة ومتميزة في الأجندة السياسية الأمريكية العدوانية ضد العراق كونها تأتي في إطار المصالح المشتركة بين الدوائر الأمريكية من جهة وبين المنظمة الصهيونية العالمية وإسرائيل الرسمية من جهة أخرى فاللوب الصهيوني كان له نفوء كبير ومؤثر على صانع القرار السياسي الأمريكي في أرواقة البيت الأبيض ومجلسي الشيوخ والكونغرس الأمريكي كما أثبتت المعطيات بأن غالبية من يمسك بالملف العراقي في وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك ووزارة الدفاع البنتاجون والبيت الأبيض هم من أعضاء اليمين الإنجيلي الأمريكي المتصهين وجلهم من أعضاء منظمة الأيباك والجميع يدفع باتجاه شن الحرب على العراق وكانت هناك تصريحات كثيرة في هذا المجال بأنه كان هناك دفع كبير جدا للإدارة الأمريكية لشن الحرب على العراق لا شك بأن التحريض الإسرائيلي كان له دور محوري وحيوي في تحريض الولايات المتحدة على غزو العراق وهذا كان يشمل شتى المجالات السياسية والعسكرية والاستخباراتية خصوصا وأن إدارة بوش كان يهيمن عليها التيار المحافظ الموالي لإسرائيل والذي يدفع ويحرض الإدارة الأمريكية على شن العدوان على العراق وأشارت صحيفة هارتس الإسرائيلية في فبراير عام 2003 فيما قال لها أن القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية كانت تتوق إلى شن الحرب إلى العراق وقد أيد الكثير من القادة الإسرائيل رغبتهم الجامحة لشن الحرب ضد العراق لدرجة أن الولايات المتحدة الأمريكية وجهتهم بتخفيف وكتم هذه الرغبة الجامحة حتى لا يقال بأن هذه الحرب قد شنت من أجل المصالح الإسرائيلية يضاف إلى ذلك بأنه قادة اللوب اليهود في أمريكا أكدوا على ضرورة تخليص العالم من صدام حسين وأسلحات التدمير الشامل كما ذكرت بعض الصحف الأمريكية بأن موضوع عامل إسرائيل يسرع من عوامل الحرب حقيقة لقد نجحت جهات متعددة في الفترة الماضية بتوريط العراق بالكثير من الحروب في المنطقة وهذه الحروب كانت حروب طاحنة عملت فيها إسرائيل على إطالة أمد الحرب بشكل كبير جدا من خلال الحرب العراقية الإيرانية وإمداد إيران بالسلاح وبالمعلومات وما إلى ذلك من أمور بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية ازدادت المخاوف الإسرائيلية بشكل كبير جدا بعد أن خرج العراق منتصرا في هذه الحرب بأكبر جيش عرفته المنطقة وبعد انتصاله على جيش الإيراني بكل إمكانياته وقدراته العسكرية ولكن بنفس الوقت خرج العراق منهكا ومثقلا بمديونية كبيرة جدا أثقلت كاهله في إعادة بناء المؤسسات الدولة بما فيها القوات المسلحة العراقية ثم جاءت الفرصة مرة أخرى لإسرائيل للتخلص من القدرة العسكرية العراقية عندما تم غزو الكويت في 2 نآب 1990 لقد كانت الرؤية الأمريكية لتغيير خرائط المنطقة واضحة حيث واصلت إسرائيل ضغطها على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال اللوبيات اليهودية المتواجدة في واشنطن من أجل القيام بعمل عسكري لغزو العراق وهذا ما طرحته وزيرة الخارجية الأمريكية كوندريزا رايزي تحقيق العديد من الأهداف ومنها السيطرة على منافع النفط وحماية أمن إسرائيل وكانت تطرح خطة واضحة بأنه يجب إعادة تشكيل ورسم خريطة المنطقة الإقليمية بما يخدم المصالح الإسرائيلية في إطار خطة شاملة لتهيئة الواقع العربي لإيجاد حل لنزاع العربي الإسرائيلي وتحويله إلى نزاع عربي فارسي وقد أكد رئيس الأركان الإسرائيلي موشي يعلون قائلا إن الهجوم العسكري الأمريكي على العراق سيؤدي إلى زلزال إقليمي يخلق أوضاعا جديدة ويعيد توزيع القوة في المنطقة وهذا الربط واضح من قبل يعلون بأن مصالح إسرائيل وأمريكا ونتاج هذا الزلزال ربطا مباشرا مما يعزز هذا الطرح ما كتبه ويليام كريستول في صحيفة ويكيليستانت قائلا كان تحرير العراق أضخم معركة من أجل مستقبل الشرق الأوسط مما فتح الباب واسعا أمام النفوذ الصهيوني والإيراني لأتغلغوا في المنطقة على حد سواء للسيطرة والهيمنة عليها لا شك بأن التحالف العسكري الأمريكي كان واضحا بشكل كبير جدا وهناك الكثير من التفاصيل التي تخص وزارة الدفاع الأمريكية والإسرائيلية بتشكيل غرفة عمليات مشتركة أثناء الغزو الأمريكي تولت هذه الغرفة مسألة إعداد الحملة على العراق بما فيها تهيات الأمور العسكرية واللوجستية والإعلامية لشن الحرب على العراق من المؤكد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية اتفقت مع إسرائيل خلال هذه الحرب على أنه تكون هناك عملية انذار قبل 72 ساعة بأنه سيكون هناك عمل عسكري على العراق كما خصصت بعض الأقمار الصناعية لغرض مراقبة الصواريخ التي يمكن أن تنطلق من العراق على غرار ما جرى في عام 1991 لقد أخذ التواجد الإسرائيلي في العراق بعد الاحتلال واجهات متعددة منها سياسية واقتصادية وعسكرية وثقافية وأمنية واجتماعية وقد تمثل هذا التواجد بقوات عسكرية نظامية وخبراء ومستشارين عسكريين وتواجد غير رسمي لجهاد الموساد الإسرائيلي بين شركات أمنية ورجال أعمال ومقاولات ومتعاحدين وشركات صناعية وتجارية ومراكز دراسات وبحوث وشركات استشارية وقوات أمن ضمن الشركات الأمنية الخاصة التي تعمل في العراق في مختلف دول العالم والتي تقوم بعمليات معاونة لجهد العسكري والإداري للقوات الأمريكية قبل أن أخذ في تفاصيل التغلغ العسكري الصهيوني في العراق أود أن شير إلى أنه كانت هناك تواجد للموساد الإسرائيلي في العراق لفترة سابقة فتواجد نستطيع أن نحصره في مسألة العلاقات الكردية الإسرائيلية والتي امتدت تقريبا من عام 1931 وأخذت فترات متعددة نستطيع أن نقول الفترة الأولى ما بين عام 1931 إلى عام 1990 وهذه الفترة شهدت تعاون كبير جدا من قبل الموساد الإسرائيلي بإمداد الأكراد بالأسلحة وبالمعدات وبالأمور الطبية وبالكوادر التدريبية وما إلى ذلك يضاف إلى ذلك تم إمدادهم أيضا بالخبراء العسكريين لتعلم أساليب الحرب الحديثة وكان يجري التعاون هذا عن طريق إيران وعن طريق جهاز السافاك الإيراني الذي كان له دور كبير جدا في إيصال هذه المساعدات التي كانت تأتي من الكيان الصهيوني إلى الأكراد عن طريق المنطقة الشمالية المرحلة الثانية هي مرحلة عام 1990 عندما تم فرض حضر الجوي في شمال العراق حسب خط العرض 36 وفي الجنوب حسب الخط 32 هذه القضية مهدت لقيام دولة كردية في شمال العراق يضاف إلى ذلك هذه دفعت بالتواجد الصهيوني لأن يكون كبير جدا ومؤثر في شمال العراق بحيث أخذ هذا التواجد يأخذ منح استخباراتي ومخابراتي وعسكري واقتصادي واجتماعي وما إلى ذلك من أمور كلها وترتب عليه وجود قاعدة متقدمة إسرائيلية في شمال العراق لجمع المعلومات عن الدولة العراقية وعن القدرات العسكرية العراقية ومحاولة اختراق المؤسسات الأمنية في الدولة العراقية السابقة المرحلة الثالثة وهي التي تبدأ بعد عام 2003 أي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق حيث تحولت محافظات كردستان في العراق إلى قاعدة عسكرية خلفية للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وهو وابة رئيسية للتجسس على العراق تمهيدا لغزوه واحتلاله لا سيما بعد أن وضعت الأحزاب الكردية قوات البيش ماركة تحت إمرة القوات الأمريكية من أجل مشاركتهم في احتلال العراق علما بأن الموساد والجيش الإسرائيلي درب ما يزيد على 130 ألف مقاتل من قوات البيش ماركة مقابل تقديم معلومات مفصلة عن القدرات العسكرية العراقية حيث يقول السياسي الكردي المعروف محمود عثمان مستشار مسعود البرزاني في هذا الصدد أن الإسرائيلي كانوا يطلبون مننا معلومات عن الجيش العراقي وبالوقت نفسه كانوا يزودوننا بمعلومات عن تحركات الجيش حتى المستشفى الميداني الذي أقامه الإسرائيليين في شمال العراق كان من أهدافه جمع المعلومات الاستخبارية عن العراق لمصلحة إسرائيل العداء التاريخي بين العراق والكيان الصيوني العداء التاريخي بين الدولة العراقية والكيان الصيوني هو عداء تاريخي فالعراق قبل الاحتلال لا يعترف بدولة اسمها إسرائيل وقد شارك في جميع الحروب العربية ضد الكيان الصيوني كدولة مواجهة على الرغم من عدم وجود حدود برية مشتركة مع الكيان الصيوني كما أن إسرائيل ترى بأن العراق يشكل تهديداً قوياً ومباشراً للأمن القوم الإسرائيلي كما أن إسرائيل ترى بأن تدمير مفاعل تموز ودعمها لنظام الملالي في إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية يعتبر أحد المنجزات التي استطاع جهاز الموساد الإسرائيلي أن يحققها ضد الدولة العراقية في الفترة السابقة كما أنها ساهمت مساهمة كبيرة جداً في تدمير البنى التحتية والقدرات العسكرية في عام 1991 عندما قدمت بنك معلومات متكامل عن القدرات العسكرية والاقتصادية والبنى التحتية بشتى مجالاتها إلى القوات الأمريكية التي قامت بتدمير هذه القدرات بعد الاحتلال تغيرت المواقف بالنسبة للدولة العراقية أصبحت نستطيع أن نقول أنها تختلف بشكل كبير جداً حتى من العهد الملكي وصولاً إلى عام 2003 حيث تحولت المواقف إلى مواقف فدية وإلى مجاملات سياسية في يوم ليلة حيث نشر صحيفة القدس العربي خبر عن الرئيس جلال طالباني قائلاً فيه للقناة الثانية في التلفزيون الصهيوني أن التقدم في العملية السياسية مع الفلسطينيين سيفتح الباب على مصراعيه لإقامة علاقات سياسية بين تل أبيب والعراق واعتبر طالباني بأنه لا توجد عدوة بين العراق والدولة الصهيونية وأضاف إن العراقيين لا يريون أن يكونون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم علماً بأن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري تصافح مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي بن يامين بلي عازر على هامش المنتدى الاقتصادي للشرق الأوسط الذي يقيم في الأردن عام 2005 وتعد هذه الحادثة سابقة خطيرة على المستوى السياسي والدولوماسي بين البلدين الدوافع العقدية للتغلغ الصهيوني قبل أن أدخل في الدوافع العقدية اليهودية والمطامع الحقيقية للدولة العبرية باتجاه العراق أريد أن أسوق بعض التصريحات يقول بن جورين في عام 1950 لطلاب الجامعة العبرية أن هذه الخريطة ليست خريطة دولتنا بل لأن لنا خريطة أخرى عليكم أنتم مسؤولية تصميمها وهي خريطة الوطن الإسرائيلي المتد من النيل إلى الفرات ويضيف في عام 1967 لقد استولينا على القس واستعدناها ونحن اليوم في طريقنا إلى يثرب بينما هتفت جولدا مائير عام 1967 في زيارة لها إلى أم الرشاش إيلات التي قالت أشم رائحة أجداد في الحجاز وهي وطننا الذي علينا أن نستعيده وعندما زارت مواقع في جنوب طابة تنفست وقالت أشم رائحة يثرب ونسيم خيبر كما قالت في عشر سبعة تسعة وستين وهي تخاطب الجيش الإسرائيلي إن الآخرين لن يحددوا ولن يحددوا حدودنا إذ أنه في أي مكان تصلون إليه وتجلسون فيه يكون هو حدودنا بنزعة والسعية واضحة بينما يقول منحين بيغين لن يكون سلام لشعب إسرائيل لا في أرض إسرائيل ولن يكون هناك سلام للعرب أيضا ما دمنا لم نحرر وطننا بأكمله من النيل إلى الفرات حتى ولو وقعنا مع العرب معاهدة الصلح وهذا يعطي دليل واضح على أنه إسرائيل تسعى لبناء دولتها الكبرى من النيل إلى الفرات من الدوافع العقدية التي ساقها ساقت الأساطير اليهودية والتي تروج لضرورة صحق القوى العراقية مبكرا حيث يجد اليهود في التلمود المزعوم إن خراب دولتهم الثانية سيكون على أيدي جندي ولبأس شديد يخرجون من أرض بابل كما خرجنا بخذ نصر الذي خرب دولتهم الأولى قبل آلاف السنين وكذلك قبل آلاف السنين فأسر رجالهم وسبى نساءهم وجعلهم عبيدا ومن النصوص التوراتية الخاصة بمطامع اليهود التاريخية في العراق والأقطار العراقية أنه القضية قضية عقدية ورأينا التصريح الذي ساقه بوش عندما قال إنها حرب صليبية وعندما سئل على هذا الكلام قال إنها زلة لسان أبدأ بالتغلغ الصهيوني في المجال التغلغ الصهيوني على المستوى الأمني يعتبر الكيان الصهيوني وإيران هي المستفيد الأكبر من الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 خصوصا بعد أن خرج العراق من دائرة الصراع العربي الإسرائيلي ومن موازين القوى في المنطقة الأمر الذي فتح الباب واسعا أمام النفوذ الصهيوني والفارسي للتوسع والتغلغل والتواجد المباشر في العديد من دول المنطقة ومنها العراق لا سيمة وإن إسرائيل كانت حاضرة ومتواجدة ميدانيا منذ اللحظات الأولى لغزو العراق بمستشاريها وخبرائها العسكريين وأجهزة الأمنية التي تشمل الموساد الذي يتولى إدارة العمليات الاستقباراتية في الخارج وجهاز الشاباك الذي يتولى مهام الأمن الداخلي وجهاز آمان الذي يتولى إدارة الأمن الميداني ومكافحة الدجسس حيث قدمت هذه الأجهزة الدعم والإسناد والمعلومات اللازمة للمؤسسات العسكرية الأمنية لتثبيت احتلالها العراق كما ساعدتها على تدمير القوات العسكرية ومنشآتها الصناعية والوندنية لبسط حيمنتها على المدن العراقية وتؤكد الكثير من المعلومات مشاركة قوات عسكرية في سير المعارك وقالت بعض هذه المصادر أنه ثمت وحدتين عسكريتين إسرائيلتين اشتازت الحدود وتعملان غرب العراق ولهذا لم يكن غريبا أن يدعو مجلس حاخامات المستوطنات إلى إقامة الصلاوات من أجل سلامة جنود الاحتلال الذين يحاربون على أرض العراق وقد شارك السفيران الأمريكي والبريطاني في تل أبيب في تلك الصلاة لقد توافقت المصالح الاستراتيجية لعدد من دول المنطقة مع مصالح الأمنية الأمريكية والبريطانية لاختراق مؤسسات الدولة العراقية السابقة وتحقيق مصالح استراتيجية مشتركة وراجحة لهذه القوة مما دفع الكثير من الشخصيات المخابراتية والاستخباراتية مع فرق التفتيش للتجسس على العراق الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي من احتلال العراق لقد لعبت إسرائيل دورا قاذرا في الحملة الممنهجة لتدمير القدرات العراقية فالهدف الاستراتيجي الإسرائيلي هو تقسيم العراق وابقائه مجزأا وضعيفا وبعيدا عن محيطه العربي وابقاء العراق ضمن دائرة الصراع الداخلي بما يجعله منكفئا على نفسه وبذلك يتم تحييده وإخراجه من معادلة القوى الإقليمية في المنطقة حيث يقول وزير الأمن القوم الإسرائيلي الأسبق أفي رختير في محاضرة له في معهد الأمن القوم الإسرائيلي ليس بوسع أحد أن ينكر أننا حققنا الكثير من الأهداف على هذه الساحة بل وأكثر مما خططنا إليه وأعددنا له في هذا الخصوص ويجب استحضار ما كنا نفعله وننجزه في العراق منذ بداية تدخلنا في الوضع العراقي منذ بداية عقد السبعينات من القرن العشرين ويضيف بأن هدفنا الاستراتيجي كان وما زال عدم السماح لهذا البلد أن يعود إلى ممارسة دوره العربي والإقليمي لأننا أول المتضررين من هذا الدور لذا نعمل على إيجاب ضمان لبقاء العراق خارج دائرة الدول العربية ويضيف أيضا نحن نتفاوض مع الأمريكان من أجل قطع الطريق أمام عودة العراق ليكون دولة مواجهة مع إسرائيل والإدارة الأمريكية حريصة على ضمان مصالحنا وعلى توفير هذه الضمانات عبر وسائل مختلفة فالمعادلة الحاكمة في حركتنا الاستراتيجية في البيئة العربية تنطلق من مزيد من تقويض حزمة القدرات العربية من دولها الرئيسية من أجل تحقيق المزيد من الأمن القوم الإسرائيلي وينتهي إلى القول أن العراق تلاشى كقوة عسكرية وكبلد متحد وخيارنا الاستراتيجي الآن ينصب بقوة على إبقائه مجزا كما أن تحييد العراق عن طريق تكليس أوضاعه الحالية يشكل أهمية استراتيجية للأمن القوم الإسرائيلي في المرحلة القادمة كما أن جهاز الموساد الإسرائيلي نفذ اختراقات استخباراتية كبيرة جدا حيث انصبت الأهداف أولا على إعادة بناء وتشكيل وتشغيل شبكة الموساد الإسرائيلي في العراق بناء على المعطيات والتطورات الجديدة المتمثلة باحتلال العراق وتدمير مؤسسات الدولة العراقية وخاصة الأمنية الهدف الثاني العمل على اختراق الأحزاب السياسية التي تصدرت المشهد العراقي بشكل أوسع مما هو عليه والهدف الثالث كان هو دعم الجهود الأمريكية في البحث عن برنامج السري العراقي لأسلحة التدمير الشامل بما فيها ملاحقة العلماء العراقيين وتصفيتهم وهذا ما نقلته النشرات الأمنية المتخصصة في لندن على لسان رئيس الموساد الإسرائيلي الذي كان يتحدث إلى ضباطه وعناصره للشعبة الخاصة بالعراق وهي المكلفة بمهمات حساسة في العاصمة بغداد قوله إننا نعود إلى بلد في غاية الأهمية الجغرافية والجيوستراتيجية ونصبح على حدود إيران ونطوق سوريا لذا فالأخطاء والخطوات الناقصة ممنوعة لقد أخذ التغلغ للإسرائيل على المستوى الأمني مخططا مدروسا وفاعلا حيث أخذ الموساد يسرح ويمرح في العراق مستغلا حالة الفوضى من تخطيط واختيالات وتطهير واختراق بحماية أمريكية وبجوازات سفر غير إسرائيلية وهذه الفوضى هي جزء من الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه العالم العربي حيث يشير الصحف الأمريكي سيمور هيرش عن قيام الموساد بعمليات تسلل عبل الحدود لإدارة عمليات سرية قرب حدود سوريا وإيران كما أنه عمل على إقامة مراكز تنصت وأجهزة مراقبة حساسة بالإضافة إلى أن هناك معلومات مؤكدة عن قيام إسرائيل بتدمير فرق اغتيالات خاصة لتنفيذ واجبات مهمة كما أشار بصراحة إلى أن التغلغ للصيوني في العراق بقوله أن رجال الموساد الإسرائيلي كانوا هناك منذ اللحظات الأولى لإحتلاق العراق وكان اختصاصهم تلغيم جهاز الموساد تلغيم السيارات والتعليم الجسدي وقطع الرؤوس وجاء هؤلاء بصفة رجال أعمال ومقاولين ولطالما نقلت الصحف وسائل الإعلام العراقية المتنوعة هذه التقارير طبعا الجانب الأمني إذا ما أردت أن أخوص فيه فهو كثير جدا يعني أنا كتبت بحث 74 صفحة وأرسلته إلى دكتور مثنى دكتور مثنى ضغط البحث فسوى 34 صفحة فإذا أردت أن أختصر في هذا المجال فأقول ما قاله مدير شعبة الموساد الإسرائيلي المسؤولة على العراق عندما يقول بأنه يقول أن قبل العراق لم نكن نستطيع أن ندخل أي شيء إلى العراق للاختراق ولكن بعد عام 2003 نستطيع الآن أن ندخل بعير ذو سنامين ومن أي مكان نشاء وهذه سابقة خطيرة وكبيرة جدا في الملف العراقي بأن يكون التسلسل على هذا المستوى أما مسألة اغتيال العلماء العراقيين فهي واضحة للعيان يعني موقع ويكيليكس وموقع الجزيرة نشر الكثير من التفاصيل المفصلة بأنه المالكي قدم معلومات مفصلة عن تواجد هؤلاء العلماء وعن أماكنهم وكيفية وسبل الوصول إليهم وكانت الفرق تنطلق من بغداد الفرق مقسمين لقسمين قسم لأغراض التصفية والاغتيال المباشر من قبل الموساد والقسم الآخر لجره إلى التحقيقات ومحاولة إغراءهم بالمال وما إلى ذلك لغرض العمل معهم يضاف إلى ذلك بأنه والله على العمو سأحاول أن أختصر يعني طبعا هناك تصريح واضح كان للأمين العام لهاية علماء المسلمين الشيخ الدكتور حارث الظاري رحمه الله لموقع الجزيرة نت كان هناك تصريح في عام 2006 وتصريح في عام 2008 يعني ذكر فيه الشيخ بأن الوجود الإسرائيلي هو كثيف وفي كافة المدن العراقية بعدما كان حضوره ينحص قبل الاحتلال في مدن كردستان فقط وقد شدد الشيخ رحمه الله في هذا اللقاء على أن الإسرائيلي كانوا موجودين في شمال العراق وفي كردستان قبل غزو العراق عام 2003 ولكنهم اليوم موجودين في كل مدن العراق من البصرة وبغداد والشمال ويعلم به العراقين ويعرفونهم من خلال ملابسهم والهجتهم العبرية وأضاف أن الإسرائيلي يعملون مع الفرق الأمنية الأمريكية وفي الجيش الأمريكي وحماية المنشآت وأن الوجود الإسرائيلي في العراق ضارب بأطنابه تحت عنوين ومسميات مختلفة وقد كان هناك تعاون كبير جدا ما بين حكومة كردستان وما بين الموساد الإسرائيلي وتغلغله في العراق أما على المستوى السياسي فعلى المستوى السياسي هو كبير جدا يعني بدءا من المصافحة التاريخية لوزير الخارجية العراقي يضاف إلى ذلك بأنه خلال هذه الفترة كانت هناك زيارات في عام 2019 لثلاثة وفود برلمانية عراقية تضم ما يقارب 15 شخصية معروفة خمسة من عدهم معروفين بالأسماء يعني وذكرت الصحيفة أسماءهم هؤلاء أيضا هم جزء من العمل السياسي التي تعمله إسرائيل لغرض اختراق المنظومة السياسية العراقية وقد ذكرت الكثير من الصحف مثل جريدة دستور الوردنية وكثير من الصحف الأخرى عن الاختراق السياسي الذي نفذه الموساد خلال الفترة الماضية من ضمنها مثلا زيارة مثال الآلوسي إلى إسرائيل منها مثلا زيارة الشريفي الذي كان يعمل في وزارة الخارجية العراقية هذا الرجل يعني كان يمثل العراق في وزارة الخارجية وكان القائم بالأعمال العراقية في دولة الكويت يعني كان سفير بمنصب سفير أيضا كانت لهم زيارات إلى إسرائيل يعني مثلا عندنا اليزيدية التي حازت على جائزة نوبل أيضا قامت بزيارة إلى إسرائيل خلال الفترة الماضية وهناك الكثير من الشخصيات والفود التي حاولت إسرائيل أن تستقبهم عن طريق السياحة الدينية وعن طريق المجالات الثقافية جميع هؤلاء أيضا ينحسبون على التغلغ الصهيوني أما على المستوى الاقتصادي فأنا سأختصر في المقتصادي بيعني أعطي بس أسماء الشركات وإلا هو الموضوع طويل يعني تشير التقديرات التي أجراها مدير معهد الصادرات الإسرائيلية السابق شراغ بورش إلى أن حجم الصادرات الإسرائيلية مرتبطة من قطاع البناء وتهيل البنى التحتية في العراق تقدر بمئة مليون دولار سنويا ومن الشركات التي تعمل في العراق شركة الحافلات دان شركة رينتكس شركة سونشال شركة دالتا شركة سوليال شركة أورسنون شركة كاردين شركة أشتروم وددي قوائم تصل إلى أكثر من سبعين شركة ما بين شركة تجارية ما بين واجهة سياسية ما بين منظمات حقوقية منظمات إنسانية على الجانب الاقتصادي أما على الجانب الثقافي فالجانب الثقافي أيضا كان هناك اختراق كبير جدا للموساد الإسرائيلي باستقطاب الكثير من الشخصيات العراقية ومنهم كنعان وكية هذا الرجل الذي كان جزء من مشروع الاحتلال وهو معروف مسؤول عن الذاكرة العراقية وتبوأ العديد من المناصب في الفترة الماضية وكيف استدعته إسرائيل وقدمت له شهادة فخرية تعطته شهادة الدكتوراه كجزء من التبادل الثقافي والذي كان يهدف إلى جذب العقول العراقية بتقديم الكثير من المغريات لهم وتقديم هذه الزيارة التي قام بها هذا الوفد من بعض الشخصيات المحسوبة على المثقفين وكان نموذج لباقي الدول العربية الأخرى لكسر الحاجز النفسي ما بين الكيان الصهيوني وبين الدول العربية إضافة إلى أنه استخدام هذه الشخصيات لترويج الفكري والثقافي لبناء تيارات سياسية وثقافية لصناعة رأي جديد يقبل بالتطبيع مع اليهود ويخفف من الروح العدائية للشعب العراقي باتجاه الكيان الصهيوني على المستوى الاجتماعي أيضا الوكالة اليهودية لعبت دور كبير جدا في شراء الأراضي وفي شراء المساكن وكان لها تغلق كبير جدا في المجتمع العراقي بحيث يظهرونها كأنما عندما تظهر موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية طفلة عراقية يتم تبنها لغرض العلاج في إسرائيل وكأنما إسرائيل هي منظمة حقوقية وإنسانية ونسيت بأنها يوميا تقتل المئات من الشعب شعبنا في فلسطين بقتل الأطفال والنساء والقصف الهمجي وما إلى ذلك تحاول أن تظهر نفسها أنها منظمة إنسانية من خلال هذه الحالات التي تحاول الترويج إليها الوضع الفلسطيني لديه بما فيه من القرارات الكثير الذي يشهد على أن الوضع الفلسطيني الموجود في العراق هو وضع مزري في العراق بعد الاحتلال نتيجة السياسات الحكومية ومنها ألغاء الكثير من القوانين التي شرعتها الحكومة أو الدولة السابقة للاستفادة منها بمعاملة الفلسطيني كمعاملة العراقي تم ألغاء هذه القضية إضافة إلى الفيزة لا يستطيع الفلسطيني الآن أن يأخذ فيزة إلا من خلال موافقات رسمية ليس مثل السابق يأتي ويأخذها بالحدود يضاف إلى ذلك بأن الذي يخرج أكثر من ثلاثة الأشوال لا بد لهم أن يحصل على فيزة جديدة للدخول إلى العراق إضافة إلى ذلك بأنه حتى على المستوى الثقافي يعني عندما كان الجواز العراقي مكتوب عليه يسمح له بزيارة جميع بلدان العالم عدى إسرائيل هذه تم رفعها من قبل الطبقة السياسية الجديدة من خلال ما تقدم يمكننا أن نقول بأن الحقائق والأدلة تشير بدقة إلى مدى التغلغل والاختراق الإسرائيلي الملموس في العراق والذي أصبح علنيا بعد الاحتلال كأن التواجد الإسرائيلي أصبح حقيقة لا جدال فيها مطلقا رغم المحاولات التي يقوم بها الكثير من المسؤولين العراقي للتخفيف من حدة الخطب الذي عم وطم والذي يعد سابق خطيرة في تاريخ العراق الحديث علما بأن ما يجري بدعم وتنسيق مع قوات الاحتلال الأمريكي البريطاني التي سهلت ودعمت التواجد الإسرائيلي على أرض العراق مما يعيد إلى اللذهان نفس التجربة البريطانية الاستعمارية في فلسطين والتي مهدت للسيطرة والهيمنة الصهيونية لإقامة دولتهم في فلسطين المحتلة خصوصا وأن الإدارة الأمريكية فتحت أبواب العراق على مسرعيها لتدمير الدورة العراقية وسمحت الكيان الصهيوني بتنفيذ مخططات التوسعية يمكن أن نلخص الأهداف الصهيونية الاستراتيجية للتغلول في العراق إنهاء القوى العسكرية العراقية كقوة إقليمية كانت تشكل ثقلا عسكرية لا يمكن تجاوزها أو الاستهانة بها على المستوى الاستراتيجي للمنطقة والتي طالما شكلت تهديدا مباشرة للأمن القوم الإسرائيلي ثانيا بناء دولة ضعيفة ونظام سياسي طائفي يقوم على التمثيل النسبي ويشجع على الانقسامات الطائفية والمذهبية والعراقية ويقوم على تقاسم السلطة والحكم مما أدى إلى سقوط العراق في فخ الطائفية والمذهبية الأمر الذي أدى إلى تدمير النسيج الاجتماعي العراقي بناء قوات عسكرية طائفية وضعيفة وغير قادرة على الدفاع عن نفسها والعمل على عودة العراق إلى بناء قوته تحويل العراق بعد الاحتلال إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الداخلية والإقليمية والدولية مما حول العراق لدولة فاشلة تحكمها التدخلات الخارجية والميليشيات المسلحة التابعة لإيران والتي نجحت في توضيع الأدوات المذهبية والطائفية وامتداداتها المذهبية لخدمة مصالحها من خلال بناء نظام سياسي طائفي على أساس المكونات والمحاسسة الطائفية الاختراق الأمني والاستخباراتي لجميع مقدرات الدولة العراقية من خلال أغطية تجارية واستثمارية وحقوقية ومنظمات إنسانية لجمع المعلومات وتنفيذ مهام خطيرة تتعلق بالتقصي والتفتيش عن برامج الأسلحة الدنمير الشامل والبرنامج النووي ومطاردة تصفية وتهجير العلماء العراقيين والبحث عن أشيف المخابرات العراقية ضمان تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة الهيمنة والسيطرة العسكرية والسياسية والاقتصادية المباشرة على الممرات وطرق المواصلات العالمية ومنابع النفط زيادة الضغط على القيادات الفلسطينية وخاصة فصائل المقاومة للقبول بالشروط والإملاءات الإسرائيلية والأمريكية للقبول بقرارات الشرعية الدولية وفي الوقت نفسه زيادة الضغط على الأنظمة العربية الحاكمة للتطبيع العلني مع إسرائيل إن إسرائيل تستهدف من وراء غزو العراق تنفيذ مشروعها في العراق من خلال عودة اليهود العراقيين إلى مناطقهم في العراق وقيامها بشراء الكثير من الأراضي تنفيذا لأطماعها المستقبلية بإعلان دولة إسرائيل الكبرى كما أن تغلغلها في العراق ودول المنطقة يعني تحقيق العديد من النصالح الاستراتيجية كالنفط والماء والأمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وافر الشكر وجزيل الأجر إن شاء الله وتعالى للدكتور الفاضل حاتم الفلاحي على هذه الورقة الهامة والحقيقة كما تفضل الدكتور نواف حفظه الله كل عنوان من هذه العناوين يستحق مؤتمرا وندوة مستقلة وكما تفضل الدكتور موثنى أنه يتحدث في مؤتمر تالي في نفس الموضوع ويجد مادة علمية في جهود علماء فلسطين وعلماء العراق عنوين كثيرة لعلى الله يهيئ للأسادة العلماء أن تطبع هذه الأوراق إن شاء الله في كتاب عم نفعه أما الآن فهي عبارة عن نافذة موقوتة لطواف إجمالي فيما تحتويه هذه الأوراق العلمية الشكر مجددا للدكتور حاتم ويعني سنترك المجال في دقيقتين للسؤال فيما يضبط ضمنته هذه الورقة فقط لمن أحب أن يداخل أو يسأل الدكتور حاتم عن شيء معين تفضل سيدنا أبو صغيب شكراً لك شكراً لك سبقاً سلاسية أمنية عسكرية اجتماعية ثقافية كل طول هل هناك رضب لهذا التواجد؟ إذا كان هناك رضب حقيقة يجب أن يستثمر ويستخد منه شكراً لك أخذ السؤال الثاني من الشيخ مخلاص بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم حقيقة لما أسمعه بهم للغاية لكل منطقتنا العربية الإسلامية وأنا أقول لا بد أو لا شك أن أنتم أصحاب الإقصاص أقرب إلى ما جاء في العراق من الآخرين منضوع العلاقة بين الغزو الأمريكي وبين التواجد الإيراني الذي واكب دخول الأمريكان للعراق هذا مهم للغاية ونقاط التماس ما بين الإيرانيين والصهايلة في العراق هذا أيضاً مهم فإذا كان هذا الشيء جليب وواضح لديكم أنا أرى أن هذا من الهمية بمكان أن تنقر الصورة بوضوحها لإخوانكم في فلسطن نعم سألتنا أجيب على نفسي أجيب على نفسي سؤال أخر نعم فيما يخص السؤال الأول حقيقة مسألة الرصد كانت موجودة بشكل كبير جداً وخاصة بعد الاحتلال الأمريكي لعراق لأن التواجد الإسرائيلي أو الصهيوني في العراق أخذ أشكال متعددة منهما كان رسمياً ومنهما دخلت تحت لافتات أو بسميات متعددة شركات استثمارية وتجارية وغيرها من الأمور الأخرى أما التواجد العسكري للموساد الإسرائيلي يعني من ضمن الوثائق التي مثبتها مثلاً التحقيق في أبو غريب في سجن أبو غريب مع المعتقلين العراقين كان يجري بإشراف إسرائيلي وكان هناك عدد من المحققين الإسرائيليين وكانت هناك أسئلة تخص المقاومة الفلسطينية في هذا المجال من هم القيادات ومنهم الموجود هنا وما هي الحركة مالتهم وما هي مشاريعهم كثير من التفاصيل الذي يقصر المجال يعني أتو عن حادثة مثلاً كان هناك تواجد للموساد مثلاً في نادي الفارس الذي يتواجد على طريق نظام ممكن دكتور مثلاً عنده تفاصيل عن هذه القضية وكان هناك خرق للمقاومة في هذا المعسكر وكان هناك تواجد للموساد الإسرائيلي بشكل كبير جداً بحيث كان أحد المهندسين يعمل في هذا المكان واستطاع أن ندخل معه جهاز جي بي أس إلى هذا المكان واستطاع أن يأخذ الموقع بشكل دقيق جداً وقال يجب أن تحدد الضربة وتكون ما بين الساعة السابعة إلى الساعة التاسعة صباحاً لأنه تقريباً الكثافة تكون في هذه الفترة وفعلاً تم استهداف هذا المقر بحيث عندما قصف المكان في هذا اليوم لم يسمح لأي عراقي يعمل في هذا المكان أن يدخل من قبل الكفاءات العراق التي كانت تعمل مع الاحتلال فهكذا الأمور كانت كان هناك رصد دقيق جداً هنا أستطيع أن أعطي لك من ضمن الأشياء التي رفعها دكتور مثلنا من الباحث مسألة التواجد الموجودين في الفنادق بالأسماء الفنادق بالتواجد مالهم حتى الفنادق التي حاولوا أن يقومون بشراءها بأثمان ومبالغ طائلة جداً لدينا إحصائية فيها أيضاً كانت موجودة لأنه المرتكز الأساسي للتواجد الصهيوني في العراق كان هو الاحتلال الأمريكي هذه القضية كانت مفلومة لدى قيادة المقاومة وكانت تعمل بشكل كبير جداً على أنه ضرب الأمريكان يقوض التواجد الصهيوني ويقوض التواجد الإيراني أيضاً لأنه هي التي فتحت البلاب واسعاً لهذا التمدد في العراق أما فيما يخص الرصد أو السؤال الثاني للأخ أنه هل هناك ربط؟ لا هناك ربط كبير جداً الصهيوني لديهم أطمع توسعية في المنطقة وهذا معروف وإيران لديها أطمع توسعية فكل الطرفين أعملوا عندما نتكلم عن الوثاقة التي تثبت في سبعينات القرن الماضي بأنه المساعدات الكيان الصيوني كانت تدخل عن طريق جهاز السافاك الإيراني إذن هذا تعاون على مستوى كبير جداً هذا التعاون موجود وهم يعرفون بأنه كردستان يعني قبل أكثر من ستة أشهر كان هناك تصريح للإيرانيين بأن هناك موقع صيوني موجود في شمال كردستان طيب الموقع الصيوني يتواجد في كردستان منذ سنوات يعني بعد عام 1990 كان هناك تواجد مباشر للموساد الإسرائيلي إيران ألم تكن تعرف بأن الموساد كان يتواجد؟ ولكن عندما تتقاطع المصالح يصبح هذا التواجد غير مقبول وعندما تتفق المصالح ما بين الطرفين يكون هذا التواجد مقبول في هذه المنطقة فهناك تخادم كبير جداً ما بين المشروع الإيراني وما بين المشروع الصيوني في المنطقة على حساب مصالح الدول العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر